السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان طبعا طلع اشعاء او طلع فعلا كان حقيقه بلاش نقول اشعاء في الاول لأ كانت حقيقه لبعض البدريات زي مدرية التعليم بالقاهرة صدر منها قرار ان طلاب الاعدادية هيمتحنوا والادارة هي اللي هتصحح وهيجيبوا الناس من بره هي للترائب والكلام ده كله فاللي حصل يا جماعة بتراجع محمد عطية وكيل اول وزارة بمدير التعليم بالقاهرة عم صدر من قرار واكد ان واحد طلاب الاعدادية يؤدون الامتحانات في مدارسهم اتنين الملاحظون معلم المدرسة نفسها تلاتة لا انتدابات للمعلمين خارج مدارسهم اربعة الامتحان موحد على مستوى المحافظة ركزوا في دي والوزير نزل على صفحته ضوابط النجاح والانتقال للصف الاعلى طلاب الشهاد الاعدادية وانا منزل الفيديو بالكلام ده كله لسيادة الوزير لا تضاف درجات امتحان الترمي الاول الى المجموعة في نهاية العام بل تشترط الاجتياز بس وعشان الطالب اللي مش هيكتاز الترمي الاول او حصل على 50% فاكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المده لازم هيعمل امتحان تكميلي وبعد كده نخش على الترمي التاني عشان كي يعد هذا الامتحان شرط اساسي لدخول الترمي التاني يحسب مجموعة الطالب وفق الدرجات اللي يحصل عليها في امتحان الفاصل الدراسي التاني بس ويتم تنصيق الطالب للتحاق بأي مرحلة سنوية او ازراعة او فني او غيره تبع للدرجات الترمي التاني بس عشان كده مدير التربية والتعليم بالقاهرة كانت نزلت تعليم العاصمة الان نحل استعدادا او استعداد الامتحان الشهد الاعدالية لفاصل الدراسي الاول من مدير التربية والتعليم من عقاد غرفة العمليات بالمديريات استعداد التجهيز الامتحان الشهد الاعدالية كان الكلام ده نزل وبدأ يبقى فيه توجهات والكلام ده كله حيث اعقد الامتحان يوم الاحد سبعة ثلاثة على ان يتم امتحان طلاب الاعدالية بمدارسهم بملاحظة معلم المدرسة اوه وانتخاذ كل الاجراءات الاحترازية داخل المدرسة ركزوا بقى جماعة بالله عليكم عشان كده تتولى الاضرات التعليمية تحت اشراف المدير نفسه اعداد الامتحانات وفقا لما تقدم من وزارة التربية والتعليم دي كل البيانات وكل حاجة اللي جات لنا فدائما زي ما عودناكم من مصادرنا الرسمية من داخل وزارة التربية والتعليم من وزير التربية والتعليم نفسه منقدر نجيب لكم الاكيد من داخل المصادر الرسمية فبلاش نسمع بقى الاشعاعات والكلام ده كله ان شاء الله طول ما في نفس هنقدر نقول الحق ونقول لكم كل حاجة من ساع من داخل وزارة التربية والتعليم او مجلس النواب او مجلس الوزراء عشان بس مقاش فيه بلبلة الخبر ده ما وصلني قلت لازم اعمله فيديو وانشور ليكم عشان مقاش فيه بلبلة يبقى من الاخر كده تالت اعدادي في المدرسة المدرسين هم اللي هيرقبهم الادارة هي اللي تطلع الامتحان مفيش ادارة من بره مفيش مراكبة من بره كله داخل المدرسة يعني من الاخر الترمي الاول هننجح فيه نخلص عشان ندور على الترمي الثاني اللهم ابلغت اللهم افشهد يريد ان نشر الفيديو ده حتى تعم الفائدة كان معكم اسامة رزي مؤسس اجياء الاندلس واشكر كل اللي ساهم لقدر يبعث لي البيانات والمعلومات دي من وزارة التربية والتعليم او من الوزير نفسه في امان الله اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات وايضا لا تنسى دعمنا بلايك